السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصفحة لتشجعون ان نقدم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد للعراب للمسلمين للجاليات العربية والاسلامية وغيرها من الجاليات اولا الموضوع اليوم الان بدأتكلم فيه اوليش دأتكلم فيه المبارح وجدت تصفح في يوتيوب وجدت انه كثير من الناس بتحث على عدم العمل وعدم الشغل عند العرب او عند المسلمين يعني خاصة اذا كانوا جايين على البلد جديد وبيحكي انه هذول الناس بيستغلوهم وما بيستغلوهم طبعا الموضوع هذا متشعب انا بدي احكي من وجهة نظري انا وكيف شايف العرب وكيف شايف المسلمين بالبلد كل واحد عنده وجهة نظر ممكن تكلم عن وجهة نظر وتبعته مع اني ارى انه وجهة النظر التانية اللي بتحكي انه عدم الشغل مع العرب ومع المسلمين ها وجهة نظر خاطئة جدا بالعكسة بتخليك تنسلخ عن هويتك العربية بني تحكي عنها يعني عن هويتك العرب تطلع منها وتنسلخ منها ليش انا بحكي هاي النقطة او ليش هذول الناس بيحكوا به هاي النقطة هذول الناس اللي بتكلم بههاي الاول اول اشي بيحكي لك مثلا بيدخل معاك بيحكي لك اللي بديتعلم اللغة العربية افضل انه يبيني فهيكا بتكون لغتك الانجليزية كويسة. مع مرور الزمن بتعود على هذا الامر بشجع الناس انهم يبتعدوا عن العرب. او امور ثواني مثلا بيجي بيجي بيشتغل طبعا هنا الشغل في اميركا عن نظام الساعات بيكون محروم من الشغل في بلاده محروم من المصاري في بلاده طبعا كلنا في هذا الامر سواسية. بيجي بلاقي انه كل ساعة مثلا بيشتغل فيها خمستاشر دولار. فصير بيذبح حاله بالشغل عشر ساعات في اليوم. الويك اند بوخ الساعة ونصر على كل ساعة يعني لما يأخذ خمس فاق ممكن يأخذ اربع وخمس وعشر دولار. فبصير يشتغل طول ايام الاسبوع. فبيبتعد عن الجالية بحجة العمل. ممكن يشتغل يبتعد عن الجالية بحجة الزواج بيشتغل حكيك انا زوجتي امريكية بدي اقعد مع زوجتي ما عنده وقت بعد العمل. فبأخذ هذا الامر وبقعد مع زوجته بحجة عدم مخلطة العرب. طبعا هاي الامور بتختلف من شخص لشخص. ولكن الكل المشترك انه بيبعدوا عن الجالية وبعدوا عن المسلمين. وبعيشوا لحالهم وبعيشوا منفردين. لحد ما تصير هاي نظام حياتهم انه صعب يتخلوا عنه. يعني اذكر انه في عندي واحد هنا مثلا عربي واحد وعشرين سنة عايش في امريكا. او عندي في ولايتي او في منطقتي. عشرين سنة واحد وعشرين سنة. والله انا كل ما شو بحكيه يا خلينا نشوفك. يعني انا حادث انه انه يعني لهجته حتى يعني هو بتكلم مصري حتى لهجته المصرية تغيرت يعني. بحكي له يعني خلينا نشوفك. تب تعال خليه مر علينا. يعني ما بيعرف غيري او احنا بيعرفش الى اثنين ثلاثة يمني شوفنا بشوفنا يعني شوفته اخر مرة يمكن قبل ثانية بشوف مرات السيارة مر عني بعشر له. فبحكي له يعني تب تعال حاول تيجي على المسجد خلينا حاول تيجي على ملتقل في يعني. وعدني مرة انه يجي. فسبح الله مرة انا راح المسجد القيته وصل للباب المسجد والله اخذ السيارة ولف وظله طالع. ليش اللي مش بتعود على انه يخالط عرب شاف حاله يعني راح يكون منبوض له عشرين او ثلاثين سنة في امريكا بيعرفش ولا حدا ما قابل ولا حدا. فحس انها راح تكون صعبة عليه فظله طالع. زي اللي بدو يصل لأول مرة راح يلاقي الصلاة صعبة عليه. ولكن مع التعويض بتصير سهلة. فهذا الاشي بيخلي الناس تبعد عن الجالية وينسلخوا عنها. طيب. هل في فوائد انك تشتغل بعد عكس انا بحكيه في فوائد كبير انك تشتغل مع العرب والمسلمين. طيب حكيه اللي فائد بحكي لك مئة فايدة. مثلا ان الصلاوات ممكن تتعديها كلها بوقتها. ما حدا يحد يتكلم معاك. تنزل تصلي صلاة الجمعة. يعني يمكن من اول يوم من عشرين او ثلاثة وعشرين او اربع عشرين سنة جيت امريكا. ما ضيعت يمكن صلاة جمعة. يمكن يعني مرر كمرتين ثلاثة يعني يكون حالات طارئة. او مسافر او كده. ليش لان اول ما جيت اشتغلت عند مسلمين. يما يجوا خد صلاة يجع حكيه او يلا يلا خلينا نروح نصلي. خلينا نطلع ع الصلاة فاحكي لهم يلا يجي يذكروني في الصلاة او اذكرهم انا بالصلاة. هي احد الفواعد. اذا كنت شغال عند واحد عرب مثلا او مثلا او كنت شغال مثلا عند باسم او فلوس او هشام او عبد. بحياته ما تلقيت مشكلة في الصلاة. او في صلاة الجمعة. الاكل نفسه. يعني كنت اوكل في المطاعم بحياته ما دفعوني. كان بحياته ما واحد ايجي حكالي لازم تلحكي. بالعكس انا كنت احاول ادفع كل لعباي ولو انت منه وفينا. بعتبروها هدية صدقة ايش ايش لانهم بحبوني. وتعودوا انه مسلم او عربي زيه زيهم. فتغيرت المعاملة معهم. حتى والله يعني مش قصده حتى يعني مرات مسيحيين نفس الشي بيشتغلوا معانا. بالعكس بيعاملهم. على ايش لانهم هدول تعودوا على العيش عند العرب وعند مع المسلمين. فبصيروا مننا وفينا. اه طيب ايش فوائدها. ليش انا مثلا ايش شنو جيت نظري. طبع انا احكيتكم عن اشياء مرت معاي في في الزمانات. انا اول يعني لا اذكر يعني حتى ما سفرت اوروبا الله اذكر اني ما كنت عمري 18 سنة بعد ما كمل 18 سنة. الله يذكرها في الخير اما رحت احجزت تذكرة الطيران. والدتي رحت معاي والوالد طبعا. الله يرحم الوالد. وامي من الناس اللي يعني بتشجع جدا جدا على التعليم. يعني طلعتني انا وكل اخواني متعلمين. بفضل الله عز وجل ثم بفضل الوالدة. الله يطول بعمرها. يعني التعليم عندها هذا ركن اساسي. يعني مهتم جدا بالتعليم. وكانت شجعنا دائما نتعلم. فما رحنا على نوخة تذكرة الطيران. كنت مسافر على هنغاريا. وما كنت مسافر على العاصمة. كنت مسافر على مدينة اسمها مشكوتس. يعني يتبعد على العاصمة تقريبا ساعتين. فحكت للامرعة اللي بتقطع لنا التذاكر. حكت لو تكرمتي. اذا في واحد بده يسافر على هاي المدينة. تسأل المسافرين. اذا اجالك واحد بده يسافر على هاي المدينة مشكوتس. ممكن تحكي له انه دير باله على ابني او يستقبئ يعني يساعد ابني. انا استهجنت سؤال امي الصراحة يعني كيف امي تحكيك لوحدة جوا محل الطيران. ولا حكيت يعني اقول واحد يتصل واحدة سبحان الله هاي المرأة كانت كيف انها كويسة. في واحد يعني كان مسافر على هاي المدينة وتكلمت معها هاي المرأة سألته. انت مسافر على بده فتحكي له لا انا مسافر على مشكوتس. فحكت له في واحدة كذا كذا طلبت مني. فهاي رقم تلفونة. فوالله اتصل فينا في البيت. الله يذكره في الخير. كان اسمه باسم عزة جبر. انا لا انسى هذا الاسم. سبحان الله يعني هذا الكلام قبل من سنة الثمانية وتمانين. الله يذكره في الخير. واتصل فينا. وحكينا له احنا مساف أطينا رقم التذكرة وعطيته رقم التذكرة وجاي من الكويت واستناني هو رجل اسمه جهاد الشلبي الله يذكرهم في الخير فيعلا لا أنسألهم هذا الفضل شفتي كيف الصحبة أو شفت ما كان يعرفني عربي ساعدني وأول ما زلت على هنجاريا حاخذوني وصلوني كان جاي حتى في القطار طلعوني في القطار كان قطار البطيء أخذت المساعدة يمكن ست ساعات عشان أوصل مدينتي وأخذوا ينصحوا فيني ويعطوني فوائد ونصائح عن هاي البلد وحتى أني سبحان الله وأنا في الطيارة وأنا جاء على على يعني على هنجاريا وجدت شخص بحكيني تعيمها والنازل في هنجاريا حكيتوا أنا طالع من بودابست لمدينة اسمها مش كونس حكيتوا أوه أنا طالع على هاي المدينة اسمه خالد سرحان الله تذكره في الخير حكيتوا ممكن تأخذني معاك حكيتوا أنا ما بعرف حدا صراحة ولكن في واحدة واحدة استناني تفضل معاي أهلا وسهلا وهذا الشاب خالد سرحان إجا وسافر معاي وسكنت أنا وياه بعدين سبحان الله لمدة سنة مع بعض بعدين بعد ذلك رجع على الأردو ما توفق في هنجاريا الله يا رب يسلوا أمره يعني ذاكي الأسماء ليش أنا أول أيام كانت في غربتي أول أيام في حياتي في هاي البلد الجديدة أذكرها موقف موقف نوع ذلك حتى الشباب أول ما وصلت جهاد أخذ ينصحني في القطار ويحكي لي ابعد عدد تنظيمات وابعد عن المشاكل وابعد وابعد الله يذكره في الخير كان بده يمن صلحتي وما بعرفني ثم بعد ذلك ثاني يوم الله يذكره في الخير أخذوني وعزموني حتى أني أذكر عملولي صنين طنجرة مكلوبة وكان ما في طنجرة يكلب عليها المكلوبة فنظفوا الطاولة وقلبوا على الطاولة ووكلنا من الطاولة فأيام لا تنسى فالمساعدة هاي خلتني أني أظلني أتذكرهم طول حياتهم وأدعيلهم بالخير وهداة البال والصلاح وكله يعني سبحان الله يعني مع أني من شغلي غريب أني استهجنت سؤال الأمي الله يذكرها في الخير لهاي الأمر ولكن سبحان الله فادني هذا الأمر إلى اليوم حتى من سفرت أميركا إجاني على المطار الله يذكره في الخير باسم عزة جبر باسم فلوس الله يذكره في الخير وعمار النجار إجوا استقبلوني في المطار في مطار أطلنطا وأخذوني شفت يعني الناس لبعضها إجوا ساعدوني وحتى أنه باسم بعدين اشتغلت معه واشتغلت مع عمار وباسم يمكن يعني من الناس أنا بعرفهم الآن عشرين سنة عشرين سنة بروح عنده على المطعم أو أزل من عشرين أو أربع عشرين قمس وعشرين سنة لأني كنت آجي على أميركا من قبل وأروح وآجي يعني بحياته ما دفعني بحياته ما أكلت عنده في المطعم بفلوس بحياته ما دفع يعني حاسبني على وجبة الأكل أنا ما بعتبره صديق بعتبره أخ الله يذكره في الخير ثم بعد ذلك اشتغلت عنده واحد اسمه هشام حسن كذلك هذا إنسان مصري من زينة الشباب أنا ما أذكر أنه مرة أعطاني أقل من حقي يعني سبحان الله أنما يمكن حتى كان يعطيني فلوسي زيادة ويحكيلي حاسب للعمال وما بحياته سألنا عن الفلوس ومرات والله كان يعطيني أزل من حقي وكان أكلي كله على حسابه وشربه على حسابه طب إذن أنا أحضر أنا بحكي عن نظرية العمل عند العرب هيا اشتغلت عند عرب واشتغلت عند مسلمين ما وجدت أي أي سوء ما وجدت أي عدم احترام ما وجدت أي قلة أموال بالعكس أنا فادوني أكثر واستفدت أكثر والآن حتى أنا مش هجعون لو واحد عرب يجي يشتغل عندي بدأ دير باله عليه وأعطيه وساعده وبالعكس بيشتغل عندي والله مش يعني بنقذ استخفى الله العظيم يعني أنا بدي أحكي عن حالي بعطيهم أزيب من الأمريكان بعطيهم أكل وبعطيهم شرب عشان يحكوا إنه هذا الرجل العربي إنه عملنا كذا وكذا بحاول يعني يعني أعطيهم صراحة أزيب من حقهم وما بحكي هذا الكلام على هذا زي ما أنت عملت الناس عملوك الناس رح تيجي يدوم ويختبرك الله عز وجل أنا أذكر والله قبل واحد وعشرين سنة أو عشرين سنة كنت في مطار في كنت عفوا في مسجد الفاروق كان مسجد قاعد ابنه في في أطلنطا وكان يعني جالس أنا عندي الباب آآ أروح المسجد كان عندي شغل هناك في أطلنطا فأروح تحبت صليت في المسجد وأنا جالس هناك في المسجد مر علي شاب الله يذكره في الخير المغربي لا أنسى هذا الشاب يمكن يعني في أوائل العشرينات دخل على المسجد الله يذكركم في الخير في حذاؤه فأنا وقفته عطول حكت له عفل عفل مسجد حبيبي هذا فأنا عرفت أنه جاي جديد من البلاد فحكت له شو ما لك حط هنا أغراضك حط كعلي ما بنسرقه حكت له لا احنا منحطه هنا عند الباب وحنا منراقبهم احنا هنا قاعدين جوا يعني ما عينا عليهم ما أحب بسرق هذا مسجد دات خاط فكان خايف حكت له شو أنت حكت له أن والله جاي اللوتري يعني ربحان اللوتري لها القرعة وجي جع على أمريكا ما بعرف حدا فحكت له خير إن شاء الله تعال حكت له أن المطار يا كيف جيت هنا حكت له المطار صائل التاكسي جابني على تجمع في عرب أو تعرف أن أنا عربي جابني على التجمع هذا اللي هو المسجد الفاروق اللي هو معروف في عرب ومعروف في مسلمين فجابني وحطني هنا فحكت له خير أبشر رجعان تعالنا وكلنا شغلة انزلت أنا وياه طلبت له ثمت وشتين فلافل وكذا وكذا والحمد لله أكل بعد ذلك اطلعنا على المسجد ارتاح انبسط إنه شاف واحد زيه عربي زيه زيه بتكلم معاه حكت له حكت له خلينا شوف إذا في مغاربة والله قاعدت أستنى حكت له شاف في مغاربة في مغاربة لحي ما إجاني مغربي شعروا لا لا يمكن لتحت ما شاء الله حتى يعني حكيت هذا الشاب يمكن شكله صايع ولك حكت له يا اخي عفن في واحد مغربي هين هايو إجي الآن من آآ كده كده من المغرب ممكن يتساعدوا حكي على عيني على راسي والله يضلوا معاو أخذوا بالتاكسي أخذوا طلع مع عفن بالسيارة وحكالوا ما عليك اتصلوا في تلفون قداما حكالوا بدكم شغيل حكولوا آه بدنا شغيل فأخذوا على شغيل على مطعم يشتغل في مطعم وحكي بقعد عندي كم من يوم ناحية ما يدبر حاله مع أني أنا رجل توقعته رجل صايع ما رح يدير باله عليه ولكن أنا ذهلت في المعاملة الطيبة اللي عاملوا إياها فأنا شو كم بدأ حكي انه ما بيساعدوا هاي أنا ساعدته هذا الرجل المغربي اللي أنا توقعت انه ما يساعد ساعد فالأشياء هاي بتفيد بتفيد الجالية بتفيدك انت لما تيجي انت تحط بنقدرتك انه ناس مشي كويسين رح تكون انت رح تقابل ناس مشي كويسين إذا انت معدنك نضيف وهذا الله رح يسل لك ناس نضاف زيك أما إذا انت رجل مثلا صايع رجل تبع خمرة رجل رح تلاقي الناس اللي رح تروح البارات رح تلاقي الناس اللي زيك طبعا ما اقضي يعني يعني في ناس كل كل واحد بوقع شاكلتهم فلا تحكي عن الناس الموجودين مثلا مشي كويسين هذا كلام غير صحيح وغير غير آآ واقعي طيب انت جمعات حتى حتى اللي يعني التجمعات هاي أنا بديش حكي قد يكون أنا ما السبعينات الناس اللي اجوا من فلسطين كانوا بعاد عن الدين او كانوا عندهم الممكن التوجه الاشتراكي او التوجه الشوعي ناس كانت صائعة السبعينات ولكن انت بتحكي عن فترة التسعينات ناس زي الوردي اجوا ناس اجوا من متعلمين واجوا الناس الدكاترة والمهندسين واجت الطبقة المتعلم واجت الطبقة المتدينة اجت الطبقة المتعلمة الاخلاق والكده. فهذولن ما بنقدر نوه. نحكم عليه هذولن 있다고 تحكرك منgoing الناس يجب في فترة التيشيات. اللي كانوا بعدي من الدين. الحياة بتختلف. يعني اذكر حتى اوروبا. يعني هولندا. روحت على هولندا. وعلى المانيا. والنمسا فترة الناس الاجهة في التسعينات غير فترة الناس Давайте الحكم في السبعينات. التسعينات كانوا بالعكس عندهم نشيطين. دعونا نقدم حتى الكنود في امريكا. الكنود وهي التجمع الهنود والباكستانيين جداً فادنا إحنا كعرب وكفا مسلمين. كيف فادنا؟ الهنود بالذات عاشوا بمجتمع غير مسلم. فهم عندهم علم أشتر منا وأفضل منا في تربية أبنائهم. لأنهم حافظوا على أبنائهم في مجتمع غير مسلم كعقلية في الهند. وطلعوا أولادهم مسلمين مثل يجوا على أميركا وكل أولادهم بيقرؤوا اللغة العربية بيقرؤوا. ومع أنهم ما بيعرفوا عرب بس بيقرؤوا القرآن أفضل من أولادنا. شوفت كيف؟ داروا بالهم عن نقطة. لأنه عندهم علم. إقامتهم المساجد هم يجوا على البلاد على أميركا. أنا أميركا ممكن أحكي لك أنا جيت على أطلنطا كان فيها مسجد واحد. الآن قبل عشر خمستعشر سنة أنا قدت صار فيها ثلاث وخمسين مسجد. ومساجد كبيرة. أغلب صراحة المساجد وأفضل المساجد اللي قائمين عليها أخوانا الهنود والباكستانيين. بغض النظر عن المنهج عن كذا من أفضل الناس اللي بنوا المساجد. بالتربيط أولادهم. كمان أشياء تانية مثلا هم أو يعني تشددهم في أكل الحلال. ما بيقلوا إلا الأكل المذبوح بيسموه ذبيحة ذبيحة. بدهم واحد مسلم اللي ذبحوا ما بدهم واحد نصراني. إحنا كعرب ومسلمين إحنا أوكل ذبايح الأمريكان. أنا عيجت في هنجارا ما كنت أوكل أكل الهنجار لأنه على أنهم شيوعيين. ما أوكل أمريكا على أنهم صارت أوكل أكلهم. الإخواننا الباكستاني والهنود والثلانكيين والبنجال تشددهم في هذا الأمر خلى الأكل الحلال الآن في كل البقعة في أمريكا. في كل حتى المحلات مثلا ريستوران ديبو كأكبر ستور مثلا من أكبر ريستورات بيديو اللحوم. عندهم قسم للسكشن الجران بيف حلال. عندهم الخرفان الحلال. السخول الحلال. البقرة اللحم البقرة الحلال. المطاعم الأنصرات. كل مطاعم أمريكا فيها الحلال. شوفت كيف تشددهم في هذا. كل جالية عندها يعني المحاسن تبعتها. اللي يشكروا عليها. اللي احنا نتعلم من هاي المحاسن تبعتها. زي ما حكينا تربية الأولاد. بناءهم كثرة بناءهم للمساجد. علمونا كيف نبني المساجد نجمع الفلوس. حتى لو كانوا صية عندهم النقطة هاي. كلهم بعطوا فلوس وكلهم بصاروا شديدين. ونشيطين على بناء المساجد. الأكل الحلال تشددهم في الأكل الحلال. بدهم أكل حلال صار الأكل حلال في كل أمريكا. سبحانا رأى كل جالية عندها محاسنها مثلا. خلي أذكر الجالية مثلا من الجاليات مثلا. خلينا أخذ الجالية الخليجية مثلا. الخليجيين الله يذكرهم في الخير. الخليجيين مثلا جالية تحافظ على الصلاة. هاي تحسب لهم نقطة. محافظين على أداء الصلوات. سبحان الله حتى لو كان الشباب عندهم مثلا صياعة أو كده. عندهم احترام للكبير. احترام للكبير. توقيرهم للكبير. احترامهم وعطفهم مع الصغير. أول ما يجوا واحد خليجي كان عزموا. تجمعوا وعزموا. وصار من بينهم. شوف كيف تعالفهم بعض. يعني ما بتحكي كويتي سعودي بحريني قطري. ما عندهم حتى لو صار خلافات بينهم بين بعض. ولكن كالشعوب جدا قريبين من بعض. جدا مترابطين. فهي تحسب لهم حسنة من حسناتهم. احنا ما نأخذ هاي الحسنة وأطبقها في أمر الواقع. ما راح تجي تلاقي كويتي مثلا بده يسافر. راح تلاقي مئة كويتة ممكن يوصلوا المطار. مئة كويتة يساعدوا. عندهم أدب في الكلام. عندهم أدب في الحوار. عندهم أخلاق. آآ. أشياء تحسب لهم. طبعا هاي فوائد. تحكيني ما بدا تعلم منهم. بالعكس انت اقترب من هؤلاء الناس. واتعلم منهم هاي المحاسن. آآ. وراح تنبسط على هاي المحاسن. فتمنى بلقى كل الجاليات. بديش أحكي الجاليات. في جالياتهن. والله بعيدة جدا عن بعض. لو أحكينه مثلا. بديش أحكي عن طبعا. عيب الواحد يحكي كلنا. كلنا لنا عيوبنا. وكلنا لنا محاسن. فعشان يكن بدأت كل محاسن كل جالية. فمحاسن الجالية الخليجية. حكيتها لها كبيرة جدا. ما بيجوا واحد مقترب إلا عزموا. وكلنا. كده واحد عزموا. واشترالوا ذبيحة. حتى لو كان جاي. ما بيعرفوا لو جاي يوم يومين. عندهم عادة الكرم. متأصلة فيهم. سبحان الله. فالله يبارك فيهم. فعني من أحكي. الأفضل اجتماعيا. الأفضل أخلاقيا في البلاد هاي. كلهم كل العرب كل المسلمين. كلهم محاسنهم وأخلاقهم كده. أفضل طبعا أفضل بكثير جدا من الأجانب الأمريكان. عندهم عادات جميلة. عندهم أخلاق جميلة. ولكن أنا أشتغل معهم وصالحهم. لا طبعا تختلف العادات تختلف على عاداتنا. فلازم أنا يعني أستك وعمسي وأتثبت من العادات تبعتنا. أحترهم العادات تبعتنا. انت تحكي طب شو المساوة. طبعا في مساوة كثيرة انت بس تعيش مع الأمريكي. أو مع الأجنب وتنسى عادات وتنسلخ من عادات التقاليدك. والله أنا أذكركم قصة على سبيل المثال للحصر يعني. واحد رجل مليونير فلسطيني. يعني معروف عنا في المنطقة مليونير. يعني ما شاء الله فلوسه بتغطيني وبتغطى عشرة زي. وبتغطينا كل العرب الموجودين في المنطقة هنا. ما شاء الله عليه مليونير. كده مرة نصحتنا يعني حتى يعني تبرع المسجد. والله ما تبرع يعني عشان واحد يحكي الحقيق يعني. سبحان الله. ويحكي باجي وبعدين تأخر تسوف باجي وباجي وباجي. بيوم وبعده يعني ليش كبير في العمر. بيوم وليلة اتصلت فينا زوجته حكت مرحبا حكتنا لها مرحبتين مرحبتين ونص. فحكت أنا زوجي الآن توفي وكرينا الوصية وطالب ان يدفن حسب الشريعة الإسلامية. حكينا الله على عينه وعالراس. رحنا غسلنا ودفننا غسلنا. وهو متزوج من واحدة امريكية عندها الامرأة هاي عندها ولدين هو ربالها إياهم. بعد ما رباهم هو طلب ان يدفن في بيته. عنده قصر ما شاء الله. فدفناه عند محل ما طلب بالوصية دفناه في بيته. وكلنا راح لعملنا. الآن شوف سبحان الله العداد والتقاليد تختلف. الآن زوجته يعني وضعت البيت للبيع. الناس اللي بدهم يشتروا البيت طلبوا انه ما يكون في قبر. حكينا بدناش القبر هذا يكون موجود يعني. ممكن تشيل القبر هذا من هذا المكان. طبعا يوصي الزوجة. حكي طلبهم على العين وعلى رأسي. ليش؟ لانه ما بدهم يدخل بكل سعيد. طبعا انت صار في قبر في المكان. ممكن زوجته بأي يوم في حياتها بدا تيجي تزور قبر ممكن تيجي. وممكن تطلب طريق للقبر. امريكا فيها قوانين غريبة شوية. فلا يجبوا يعملوا لا طريق كده. فهم عشان يسدوا هذا العذر. ويمكن طبعا قبل مش لا حيقدروا يشيلون من ألف سنة. لانه حيكون يعني بس يشتروا البيت والقبر موجود. فعنده قصر. فطلبات حكوا بدنا انه يشيل القبر. حكيتهم على عين وعلى رأسي يشيل القبر. الآن الله أعلم وين حيدفن ما تصاب فينا. الله أعلم وين حيدفن. والله في الشهرين اللي فاتوا. في عندي عائلة كمان لبنانية. اجت يعني احتراما لزوج دها. غسلنا ثم بعد ذلك طلبت انه يدفن في مقبرة نصارى. ووحدة ثانية. لله يعني بديش أحكي بنفس الشي. يعني لا غسلته ولا عملته شغلية دفنته في مقبرة نصارى. طب يعني حتى يعني حتى الله علم مين رح على المسجد. يعني مين رح على المقبرة. والله أنا ما بروح على المقبرة. حتى لو عربي مات. وبدو يدفن في مقبرة نصارى. يعني على الحق يقال لا اروح على المقبرة. بحكي يعني ذا مش موصي انه احنا ندفنه. فليش تعب حاله وروح تفن مع النصارى. حتى يعني مش غدا ضده. ولكن يعني المبدأ نفسه يعني. انت يعني مهما كان هذا إنسان مسلم احترامه. يدفن في المقبرة الإسلامية. بغض النظر انه يعني هل هو متدين غير متدين. حتى لو صاع على عينه وعلى رأسي. يعني بدفنه. بدفن في مقبرة غير إسلامية. طبعا احترامي للنصارى واحترامي لكل القوائف الأخرى. ولكن يعني كمان انه النصراني يدفن في مقبرة نصارى. كمان ما بجيب نصراني مثل مقبرة مسلمين. احتراما لهذا النصراني يعني. وطبعا والله يعني بتوصل لأمور أشد من هيك. طبعا يعني اذكر واحد جزائري. الله يذكره في الخير رحمة الله عليه. صغير في العمر يعني مات على عمر يمكن بالتلاتين أو تلاتة وتلاتين سنة. على حين غره يعني صغير من العمر. والله زوجته حرقته. والله كان يعني يعني مع المحاولات ومع الطلب. حكت لأ أنا أؤمن إنه الحرق أفضل شي. ما بدي الدود يوكل اللحمه. وما بدي وما بدي. وكمان الحرق أرخص شيء في البلد. فبدي أحرق زوجه. وحرقت زوجه وحطته فيك القارورة. وحطته القارورة في البيت. فيعني أنا ما بحكي عن جنسيات هاي قصدي. ولكن بحكي إنه هاي الأشياء ممكن أي واحد ممكن أي واحد يمر فيها. إنه الناس اللي بعدت عن العرب. الناس اللي ما خلطت العرب. الناس اللي بتوجد أي شغلة أو أي سبب عشان تحكي عن العرب. أو عن المسلمين أو عن الطوائف الأخرى. بالعكس أنا أرى إنه كل جالية من الأفضل إنها ظل متشبثة بالجالية اللي معاها. بغض النظر من أكراب من أمازيغ من كده كده. كل جالية إلها عاداتها وإلها تقاليدها. وإلها أخلاق الحلوة إلى التصرفات الحلوة. يعني نكونوا قريبين من بعض. أي واحد ممكن يوقع في مشكلة. الثاني ممكن يعرف عنه. ممكن يساعده. أحنا لا أذكر إنه واحد وقع معنا في المسجد أو عيقه. عنا بأي مصيبة أو أي مشكلة إنه ما ساعدنا. بالعكس كل الشباب بتحاول يتساعد. وكل واحد بتقدم اللي بتقدر عليه. حتى إحنا الدفن إذا ما معه. الفلوس إنه ندفنوا يدفن حاله أو إنه أهله يدفنوا. إحنا منتكفنوا ومندفنوا على حسابنا الخاص. فأنا بدي أحكي حسب تجربة الخاصة. ما نتكلم بهذه المواضيع إنه هل العمل مع العرب سيء. لا والله مش سيء. بالعاية كله خير وكله مصالح. الخوض مع العرب العيش مع العرب. كلها فوائد وكلها خير وكلها محاسن. إن فيها بعض الشوائب إن فيها بعض المساوئ. فإنها تعد على الأصابع يعني لا تذكر. فالآن يعني آسف على الإيطالي. أنا الآن متوجه إلى صلاة الجمعة. ولكن أرى إنه من الأفضل إن أتكلم في هذا الموضوع. شكرا لكم على استماعكم. ونسأل الله تعالى إنه يبارك فيكم. واللي عنده أي سؤال أهلا وسهلا فيه. وننهي كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا طيما مباركا فيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.